الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعله لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان فتن أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وتحققت في نهاية الحلقة الماضية لو تذكرون وعدتكم بأني سآتي بهادثة باشعة مروعة للخوارج يعني حينما تسمعونها الآن ستقولون وهذه تخرج من أناس يقولون لا إله إلا الله بل قلت لكم تحقرون بحديث النبي تحقرون صلاتكم بجوار صلاتهم تحقرون صيامكم بجوار صيامهم ولذلك قلت لكم بالنسبة للصلاة ما بيبطلوش بالنسبة لقيام الليل بالنسبة للصيام يا ما فيش بعد كده بالنسبة لقراءة القرآن آناء الليل وأطرافهم وبالليل كانوا يبكوا إلى آخر هذه الأمور وهم أصحاب قلوب جرامية ولذلك سرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بالنسبة للقرآن لا يجاوز القرآن تراقيهم وفي رواية حناجرهم القرآن لا يجاوز حناجرهم ولذلك على إثار ذلك يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية ركزوا معي جدا أجيب لكم حدثة أتتعجبوا والله وعشان واحد يقول لي الحدثة دي فين؟ هي موجودة في كل الكتب التي ترجمت لذلك بس عشان أختصر لكم مثلا ممكن ترجع لي تلبيس إبليس صفحة 102-103 في هذه الحادثة الخطيرة جدا البشعة جدا إيه اللي حصل؟ لقي الخوارج في طريقهم عبدالله ابن خباب خلي بالكم معاك ده صحابي ابن صحابي ده صحابي صغير وأبوه صحابي كبير أنا عايز نركز مع بعض جدا دولا اللي بقول لك صيام 102-103 من كل شهر مش بقول إن دي حاجات بالعكس ده مطلوبة بس بقولك ما تتغرش ما تتغرش وبعدين أنت لو بسطت للصلاة بتاعته هتحكر صلاتك بجوار صلاتي صيام قرأة قرآن ويبقي بالليل لكن متشجد متنطع مجرم متحجر قلبه قاسي إيه اللي حصل؟ كانوا يدوروا كده على المسلمين يمشوا يدوروا على المسلمين حساب صحابي تابعي ويخلص عليه إيه اللي حصل؟ ومشين كده لقوا في طريقهم من يا جماعة عبدالله ابن خباب فقالوا هل سمعت من أبيك شوفها مسكو كده كان معاه مين؟ كان معاه أم ولده وفي رواية زوجته وكانت حامل قالوا تعالى بقى يا عبدالله ابن خباب ماشي الرجل في أمان الله وماشي في الطريق مش كان في حرب ولا في معركة مسكو قالوا تعالى هل سمعت من أبيك حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا إياه؟ سمعتش حديث كده؟ أبوك قالك أنه سمعه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخبرك به عشان تخبرنا به خاله سمعت قالوا خلاص أسمعنا يلا سمعنا الحديث دي خلي بالك معاه جدا قال سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي ركزوا معاه جدا والماشي فيها خير من الساعي قتلاهم اللي ورواية قتلاهم كلهم في النار فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل خلي بالك أو يعني أبي ذكر بحديث سمعه من أبي وأبوه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي قتلاهم كلهم في النار خلي بالك معي فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل هنا أيضا في الرواية عند الإمام أحمد لما قال والماشي فيها خير من الساعي وإن أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول فكن عبد الله المقتول يعني لا تكن عبد الله القاتل عند الإمام أحمد في المسند فإن أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول طبعا عند الإمام أحمد في مستده خمسة على مية وعشرة الحديث رقم واحد وعشرين ألف مية وواحد طبعا الحديث فيه رجل لم يسمى لكن الحديث له شواهد يعني بإذن الله جل وعلا تصحح هذا الحديث عند الإمام بخاري فيه صحيح يعني ترقى به إلى مرتبة الصحة ركزوا معايا جدا لما سمعوا الحديث ده بقى مش بقى خافوا من الدم وإن سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم قال فكن عبد الله المقتول يعني اوعى تقتل أمو أخدنه كده وبعدين قالوا قالوا أنت سمعت هذا من أبيك يحدثك أنه سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألون بال سمعت وده اللي قال لي علي أبويا أن سمعه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقدموه إلى شفير النهر شفوا بعد ما سمعوا الحديث أمو أخدنه كده وقربوه كده إلى شفير النهر وبعدين أمو جايبين السيف ومطارين رأبته بعد سماع الحديث من صحابي ابن صحابي من صحابي ابن صحابي يقوموا بعد ما يسمعوا دي حرمة الدم دي ولا في دماغهم زي ما قلتلكم يقوموا أخد كده شوية متفجرات ويقوم رايح يفجر نفسه شوية مسلمين ويقولك موقعة كده موقعة ربنا يوقع أمثالك التاني يقولك أشم ريح الجنة وحطت الحزام ناسف وراح يفجر في الغلابة في الحريم والأطفال وكيد في المسلمين الله تشم ريح الجنة تشامم ريحة شياط النار لا حول ولا قوة إلا بالله وده هتشوفوا شوفوا نفس الأشكال نفس المسوخ نفس ما هم عليه من منهجية فاسدة هنا بقى دبحوا ومش كده وبس بقى لا 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 سالة دمه كأنه شراكنا عنه وقاموا جايبين زوجته الزوجة يا جماعة الحامل أهم دول بقى اللي بتقول صيامهم إيه صلاتهم إيه في قراءة القرآن إيه إلى آخر هذه الأشكال بقولك ما تتغروش ما تتغروش وتلاقي الوحي منهم اللي كده السمت في فكية علامة الصلاة اللي بقولوا على دي يعني بقعة في جباته ولذلك بعد ما دبحوه أهم جايبين زوجته بقى الزوجة اللي هي المرأة المرأة بقروا بطنها وهي حامل حامل على قرب الولادة أموا فتحين بطنها كده الله أكبر والله ما تحدث إلا من مجرم عطل ليس له عقل يوم جايبين الزوجة اللي يعني طب إنت قتلت دي وهو مش في حرب معك ولا في أي شيء على الإطلاق كمان تقوم جايب الزوجة الحامل وبعدين بقروا بطنها مش كده وبس يا جماعة أنا عايزكم تسمعوا كويس وأموا مخرجين الجنين اللي هي حامل به وأطعوه وأطعوه حتى الجنين اللي لسه ده هو سمي الجنين جنينا من جنة شيء إذا استطر مش مش شف لسه ده لسه في الباطن ما عملش أي حاجة أطعوه قتلوه خلوا بالكم معايا جدا مش كده وبس يا جماعة بعد ما قتلوا بقى وعملوا الجريمة دي أموا رحين نايمين تحت نخل اسمه نخل إيه مواقير نزلوا تحت نخل مواقير بنهروان وهم نايمين كده أمت رطبة سقطت من نخلة جنب واحد منهم أم لقيتها كده وحطة بقه اللي جنبه أم لقيتها اللي لسه دبح واحد ولسه معترامي بقر بطن واحدة حامل تشهد أن لا إله إلا الله زوجة صحابي وطلع الجنب أطعوا بالسيف يوم قالوا اتق الله أتأكلوا تمرة بغير ثمانها يا سلام على ورع يا سلام يا سلام على ورعك يا مجرم يا كلب من كلاب النار خلي بالكم معايا جدا يوم يقولوا أتأكل تمرة بغير ثمانها يوم داك مخرجها أستغفر الله وأمرميها أستغفر الله دوالة الواحدة أستغفر الله العظيم اللي بتفعل المنكرات وعريانة وتجي تكلمها تقولك بقولك إيه هذا مصحف في إيدي لا دا 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 اللي بحصل ده خلي بالكم معايا جدا هنا جريمة جريمة قتل صحابي وبقر بطن زوجته وخرج الجنين قطعه واجه على طمر قل له أتأكلها بغير ثمان يا قال له يا أخي أستغفر الله وبعد لير أم لفظه التاني كده بيجرب السف قعد يعمل ففوتت خنزير قام ضربوا الخنزير كده الخنزير مات قال له أعوذ بالله خلي بالكم لما اخترط الخنزير بالسيف قال له أعوذ بالله دا خنزير لرجل من آل الظمة هذا فساد في الأرض يا قتل الخنزير فساد في الأرض وقتل الصحابي وفتح بطن زوجته وقتلها وقتل جنينها ما هوش فساد في الأرض عندي دول عندي دول عندي المجرمين هذا فسادهم في الأرض قال له عمل إيه قال له روح روح صاحبه المسيح الوقت واستغفر وديله قيمة اللي شئ دي أمر يحلم خبط عليه سمعني أنا عملت كذا وخذ ثمن الخنزير الله مع الخنزير ومع الثمراء لكن الدبح للمسلمين لا حول لا ولا قد بالله عليكم دي عقول ناس دي ناس لها عقول أصلا ولذلك أنا بقول لكم أشبهما هو أهو أنجلهما هو اللي جايين مع احترامي من نفس الفكر من رحم الفكر المجرم أهو يعني في الصومال والله العظيم الشباب المسلم اللي في الصومال المجرم المجرم يوميا إيه تفجير قتل أربعين تفجير قتل ترد كلتهم من مين الصوماليين اللي قاعدين ينتظروا الموت بسبب الجفاف وجوع تجد الواحد كده حافر قبره وقاعد جنبه وإيه الصقر كده منتظر لغاية ما يصعد في الحفرة دي يقوم على طول يأكله الطفل دي فالناس جعانة الناس في جفاف الناس مش لقيا تأكل ويوميا وقالك إيه مسمين نفسهم بقى آه يعني الشباب المجاهد مجاهد مين ده مش الشباب المجاهد ده الشباب الشيطاني مش مش شباب حتى ده أبلسة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلاب النار إن لم يتوب كلاب النار إن لم يتوب وده حديث النبي واحد يقول لي كلاب النار نعم النبي قال الخوارج وكلاب النار كلاب النار فالله ما بتوبش من هؤلاء هو من كلاب النار خلي بالك معاين يوميا في الصومال يفجروا ويقولك ويعدوا الروس بقى قتلنا 30 قتل 30 من مين ده من المصلين من الراكعين الساجدين من النساء الطاهرات الطيبات المسكي المساكين اللي بينتظروا الموت بتاعهم بسبب الجوع الله كذلك تعالى بقى في يا فاغنستان سواء كان من المجموعة الراهبية اللي بتاعكم أو من اللي خرجوا من رحمهم اللي هم الدوعي الشناك كل شوية تفجير وفين في المساجد بس في المساجد ارتبعوها كده كل يوم جمعة تلاقي المسجد تفجير عشاني بقى عدد كبير من اللي بصاله جمعة سلم منك أعداء الأمة وسلم منك اليوم الذين اغتصبوا الأرض المحتلة وسلم منك كل هؤلاء ولم يسلم منك الركع السجود في صلاة الجمعة يشطان يشطان لا وإيه تكبير بعد ما عملت تكبير الله يكبر ما ينفعش حتى يكبر عليه كنت ايه ده تشطان بشري خلاصته الأوباش دول الحشرات دية الموجودة في كل المنطقة العربية بلا استثناء اللي موجودة في مصر اللي موجودين في ليبيا اللي موجودين في العراق وأمثلهم اللي هما بقى اللي هما والعياذ بالله والعياذ بالله اللي احنا بنقول عليها بقى الميليشيات الشعية الرافضية حزب الله في جنوب لبنان حزب الله العراقي ميليشيات الحج المجرمون دول اللي قاعدين يهتكوا السطور ويدبحوا الناس ويسهيلوا الدماء إلى آخر خلاصته يا جماعة دولا احنا اللي بنتكلم عنهم الحين ولذلك وهم خلاصته عشان ما واحد يقولك طيب أنا فهمت الوصف علي بن ابي طالب بقى لما عرف ان الصحابة دا تقتل وزوجته اتقتلت واتبقرت بطنها واتقتل جنينها خارج جيش ورحله وقالهم يا جماعة انا ما بقى قتلش اقول لالبهجم طلعوا يقولي اللي قتل من قتل قالوا كلنا قتل وكانوا آلاف الله يا جماعة انا مش عايز اصلم من قتل قالوا كلنا قتل وقاموا ايمين للحرب وهم ايمين يقع حربوا علي خلي بالك القتلة اللي انا بكلم عن الاوباش دول بصورتهم يقولوا ايهم راحين يقتلوا عليهم الرواح الرواح الى الجنة الرواح الرواح الى الجنة انا مش عارف جنة ايدي جنة ايدي انا مش عارف لا حوله ولا قوة ايه لا ويقولوا لبعض ايه يا اخي تهيأ للقاء الرب الرواح الرواح الى الجنة اني اشم ريح الجنة والله العظيم انت شمم ريح والعياذ بالله حاجة تانية انا بحلم بالله ما هي ريح الجنة ده انتشطان تشي مرح الجنة ازاي وطبعا قتلهم علي رضي الله عنه ارضاه شر قتلى وهم شروا الناس طب خلي بالكم بقى يجعل ابن ابي طالب الخليفة الراشد المبشر بالجنة اللي هو فضائل ومناقب يقتل على ايدي الخوارج بس اتلوا الصحابي ده واتلوا امراته بقره بطنية وكيد واسمع اللي جاي في الحلقة القادمة ان شاء الله جل وعلا وإلى ان القاكم اقول الجميع السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته